رفضت كتلة المواطنة النيابية مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصومة بشان أزمة استفتاء إقليم كردستان مخاطبة نياه بأن يدعو أربيل للتفاوض مع بغداد تحت سقف الدستور رئيس الكتلة النائب حامد الخضري قال في بيان مجلس النواب والمحكمة الاتحادية رفضا الاستفتاء في الإقليم فضلا عن المناطق المتنازع عليها لمخالفته للدستور ولعدم وجود أي سند قانوني له دعيا أصحاب القرار في كردستان العراق لاتخاذ ما وصفه بقرار الشجعان بإلغاء الاستفتاء واللجوء إلى الحوار الجاد والصادقة